في إطار العمل على تطوير لغة الخطاب الديني وتعزيز منهجية التسامح والاعتدال التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضمن الجهود الوطنية الهدفة إلى تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم الولاء والمواطنة بحريننا على أرض الواقع نظمت الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع المكتب التنفيذي للخطة الوطنية اللقاء التعريفي الثاني للخطباء والوعاظ وذلك بهدف تمكين المشاركين من الارتقاء بالإجراءات المتعلقة بالخطاب الديني المعتدل وتطوير برامج الوعظ والإرشاد فضلا عن دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز قيم المواطنة والتعريف بوسطية الإسلام وتعزيز روح الموطنة في المؤسسات الدعوية وخلال اللقاء التعريفي استعرض الأستاذ يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام عدو المكتب التنفيذي الخطة الوطنية ومضامينها وأهدافها ومراحل تنفيذها التي دشنها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية في 26 مارس 2019 تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم الولاء والانتماء للوطن جدير بالذكر أن بحريننا تشمل حوالي 105 مبادرات ويشارك في تنفيذها حوالي 25 جهة ومؤسسة حكومية عبر خمسة مسارات أساسية في الحقيقة تم استعراض تفصيلي لكي نعرف ليس مجرد مصطلحات عامة ولكن تفصيلية في الحقيقة تعطينا خطة طريق لكيفية التعامل مع هذا الموضوع المهم وبالتالي فنستطيع أن نحن حتى نبني خطبنا وخطابنا بناء على هذه الخطة المتكاملة واضحة المعالم والأركان نتمنى دائما وأبدا أن تكثر مثل هذه اللقاءات وتجمعات في ترسيخ المواطنة والانتماء لبلدنا وطن البحرين وطن الحبيب ونشكر جلالة الملك حفظه الله ونشكر القائمين على هذا التجمع ونتمنى أن ينزل إلى الشارع في المجالس وفي وسائل الإعلام والحمد لله جلسنا وأخذوا مرئياتنا وقلنا آراءنا وبالفعل هنا كان فيه تفاعل جميل جدا منهم لأن أعتقد أن اليوم هذه الخطة الوطنية هي من الناس للناس وهم اليوم موجودين معا أن خذوا هذه الخطة وأهدافها ومضامينها والقيم والثوابت الوطنية وحاولت أن نستعرض بشكل موجز أهم المباررات التي يقوم بها هذه الخطة الوطنية وكيف ممكن نحن نترجم هذه الخطة الوطنية لأرض الواقع اليوم موجودهم مشكورين صراحة كان هناك تفاعل جميل جدا وإن شاء الله سنبرز هذه الخطة الوطنية من خلالهم من خلال الخطة بالجمعة ومن خلال الوعاظ أيضا ونحن نوصل إلى شفائة مستهدفة من الشرائح لأنه ممكن أن توصل لها هذه الخطة الوطنية تعزز فيها انتماءها وإيضا نتكلم عن مبارراتنا الوطنية بشكل أكبر نحن اليوم نعتز في مملكة البحرين نحن عندنا خطة وطنية هذه الخطة الموجودة لكل شرائح المجتمع وإن شاء الله ستطبق على رضا الواقع بشكل أكبر